يلا بينا نسمي اللايون صلى الله الرسول ونبدأ على طول طريقة دي حلوة جدا هتحفظ لك الفراولة بلونها من السنة للسنة هنجيب الفراولة بتاعتنا هنغسلها كويس جدا هنقحها حوالي 10 دقايق في معلقة خل وبعد كده هنصف فيها هنشير الورق الأخضر اللي فيها هنقطعها شرايح كل كيلو فراولة هيخد 3 أو 4 معالق سكر هنبدأ نغلفها كويس أو هنقلبها كويس بحيث أن كل قطعة فراولة تتغلف كويس جدا من السكر لأن السكر ده هو المادة الحافظة اللي هتحفظ لي على لون الفراولة بتاعتي بعد كده هنجيب أكياس اللبن بتاعتنا هنرص فيها أو هنحط فيها الكمية باستخدام مرة يعني المرة هتطلعها هعملها كلها مرة واحدة عصير مش هرجع هدخلها التلاجة تاني يبقى كل كيس هحط فيه استخدام مرة واحدة بس هيعبي الكمية بتاعتي كلها في الأكياس بتاعتي بالشكل ده كده وهرصنا في الفريزر طريقة حلوة جدا بتحفظها من السنة للسنة ومش بتاخد معايا مكان